بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الخامس من الفصل الثاني لمقرر نظم بالمعالج الدقيق في الجزء ده جماعة إن شاء الله هنبدأ نكمل كلامنا عن الانترن الاركتكشور الهيكل الداخلي للميكرو بروسسور فاميلي 8085 شوف مع بعض بنقول يا جماعة من ضمن الاركتكشور والهيكل الداخلي 8085 الفيلاكز والفيلاكز ده جماعة عبرها عن رجسترز معايا تتكون من بت واحدة بس يعني أنا أعتبر إن ده فيلاكز وهو عبارة عن رجستر يتكون من بت البت طبعا تحمل إما صفر أو واحد أو ممكن نقول فولس أو ترو فولس أو ترو معايا جماعة إذن هو الفيلاكز هي هي رجسترز لكن تحمل كويمة واحدة بس بت واحدة بس صفر أو واحد فولس أو ترو طب هي بتستخدم لتحديد conditions أو شروط محددة يعني لو عملية تخضع لعدد من conditions بعض الشروط هي دي بتحدد الشروط ديت وكمان بتحدد status حالات العمليات بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا وإنت مثلا بتعمل عملية حصل إن كنت أسمت على الصفر بيبقى overflow مش كده ففيه flag بيقول ده حصل خطأ هنا بيبقى فيه false موجود إذن الفيلاكز بتحدد شروط بعض العمليات وكمان حالات هذه العمليات طيب نشوف كمان حاجة اسمها الـ program counter اللي هو الـ PC والـ PC إنتوا عارفون طبعا أنه هو بيتحكم في تسلسه لسير البرنامج ليه بيتحكم في تسلسه لسير البرنامج يا جماعة؟ لأنه بيشير إلى الـ next instruction الأمر التالي الأمر اللي في ثوفه يتم تنفيذه في المرحلة التالية فإذن هو يتحكم في سير البرنامج معايا؟ وبنقول كمان إنه بيمسك الأدرس عنوان الأمر التالي دوت عندنا الأدرس هيكون كان بت أقولك حوالي 16 bit wide 16 bit wide معناها إيه؟ معناها إن الأدرس اللي بيشير إليه هيكون 16 bit طب نقرأ مع بعض كده بيقول إيه؟ this register that is used to control the sequence يتحكم في تسلسل of execution of the instruction يتحكم في تسلسل تنفيذ العمليات والأوامر طيب يا جماعة ليه بيتحكم في تنفيذ وتسلسل التنفيذ للأوامر؟ لأنه بيشير إلى الـ next instruction this register always holds the address of the next instruction إذن هو يحمل عنوان the next instruction طيب إذن وإحنا اتفقنا مع بعض إنه هي إيه؟ 16 bit wide نكمل كلامنا مع بعض فيما يسمى بالـ stack pointer يعني إيه؟ stack pointer هو مؤشر ويحمل أرضا عنوان ويشاور إلى عنوان موجود في الزاكرة يعني لو قلنا ذا زاكرة معنا؟ يشير إلى عنوان موجود في الزاكرة والعنوان ده اسمه stack pointer هذا العنوان يتواجد في هذا الـ stack pointer هنا الأدرس هنا إذن هو يحمل عنوان يشير إلى مكان أو موقع فين؟ في الزاكرة في الميموري لكن خلي بالكوا يا جماعة مش أي موقع يعني إيه؟ مش أي موقع يعني شايف الكلمة ديت؟ stack pointer مؤشر يشير إلى stack تمام؟ وإحنا اتفقنا يحمل عنوان هذا الموقع مش كده؟ لكن عايزين نقول إيه بقى إنه بيشير إلى point في الزاكرة لكن خاصة بجزء اسمه أو مساحة اسمها stack أيها شايف؟ إذن من الممكن أن تحتوي الميموري على عدد من الأجزاء هذه الأجزاء اسمها إيه؟ stack هذا الـ pointer يشير إلى موقع أو point في هذا الـ stack طب عايزين نفهم بقى يعني stack معنا؟ بقولك الـ stack هو جزء من الزاكرة يخضع لعملية إيه؟ first input last output يعني إيه؟ يعني لو قلنا فيه data داخل هي إيه؟ b c d شايف ترتيب الدخول يا جماعة؟ شايفين ترتيب الدخول؟ مين لدخل الأول؟ الإيه؟ ثم الـ b ثم الـ c ثم الـ d ترتيب الدخول دوت يا جماعة a b c d تتحط في فورمة stack إمتى؟ لو خضعت لقانون اسمه last first input last output يعني إيه؟ first input last output يعني أول واحد يدخل اللي هو لإيه؟ هو آخر واحد يخرج آه يعني إحنا دخلنا لإيه؟ أول واحد يبقى هو آخر واحد يخرج أمال مين أول واحد يدخل يا جماعة؟ أول واحد من إيه؟ يخرج هو d شايفين؟ إذن الـ d هو أول واحد يخرج آه يبقى إذن ممكن نقول إيه؟ first input last output أو إيه بقى؟ أو last input first output هما الاتنين إيه؟ واحد معي؟ طيب وظيفة الـ stack pointer إيه بقى؟ وظيفة الـ stack pointer هو الإشارة إلى عنوان الـ data اللي موجودة في هذا الـ stack يعني يشير إلى الـ a أو يشير إلى عنوان الـ b يشير إلى عنوان الـ c أو يشير إلى عنوان الـ d إذن هذا ما يسمى الـ stack pointer أو الإشارة إلى عنوان الـ stack اللي موجودة في الزاكرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته